الدم بلاد هل أنت واثق يا سالم أن هذا الجهاز سيحولنا إلى عمالقة مثل الرجل الأخضر؟ لا تقلق يا صديقي سنصبح أكثر ضخامة من الرجل الأخضر ما هذا؟ لقد حولتنا إلى كائنات صغيرة جدا بسبب اختراعك المذهل لقد أصبحت المشكلة معقدة أكثر الآن انظر للأعلى يبدو أن جدي سيشربك بالماء لا جدي انتبه ما هذا؟ ماذا يحدث؟ أين نحن الآن؟ نحن الآن ننتقل عبر الدم وقد تكون هذه هي النهاية يبدو حقا أنها النهاية يا صديقي ولكني سعيد بأنها أيضا ستكون نهاية لاختراعاتك ولكن أخبرني يا سالم ما هي أهمية الدم للإنسان؟ للدم وظائف أربعة وهي أولا نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم للاستفادة منه وكذلك نقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين للتخلص منه ثانيا نقل الفضلات الناتجة عن خلايا الجسم إلى الكليتين للتخلص منها ثالثا نقل المواد الغذائية ومواد أخرى إلى خلايا الجسم وأخيرا فخلايا الدم وجزيئاته تعمل على منع الإصابة الجرثومية وتساعد على التآم الجروح سبحان الله إذن كما يقولون الدم هو نسيج الحياة بالضبط يا خالد الآن اخبرني يا صديقي أرى من حولي بعض الأشياء التي تشبه الأطباق الطائرة فما هي هذه الأشياء؟ هذه الأشياء تمثل مكونات الدم يا خالد أحقا؟ وهل الدم مكونات عديدة يا سالم؟ سأجيب على سؤالك يا صديقي الدم يتكون من سائل البلازما بلازما وتسبح فيه خلايا الدم البيضاء white blood cells وخلايا الدم الحمراء red blood cells والصفائح الدموية blood platelets وما هو سائل البلازما يا سالم؟ البلازما بلازما هي الجزء السائل من الدم وتشكل أكثر من نصف حجم الدم ويذوب فيه الأكسجين والأملاح المعدنية والمواد الغذائية ليتم نقلها إلى خلايا الجسم كما تذوب فيه الفضلات ليتم تخلص خلايا الجسم منها وماذا عن خلايا الدم؟ خلايا الدم تنقسم إلى خلايا دم حمراء red blood cells وخلايا دم بيضاء white blood cells هل يمكنني التعرف على خلايا الدم الحمراء والبيضاء أكثر؟ حسنا ما رأيك أن تنظر معي إلى تلك المقارنة لتتعرف سريعا على خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء وجه المقارنة خلايا الدم الحمراء خلايا الدم البيضاء يبلغ عدد خلايا الدم الحمراء في المليمتر المكعب الواحد خمسة ملايين خلية تقريبا بينما يبلغ عدد خلايا الدم البيضاء من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف خلية تقريبا وظيفة خلايا الدم الحمراء هي أن الهيموغلوبين الموجود بها يحمل الأكسجين إلى الخلايا ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون أما خلايا الدم البيضاء فهي تهاجم البكتيريا والفيروسات التي تغزو الجسم مكان التكوين تصنع خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام الطويلة بينما تصنع خلايا الدم البيضاء في الغدد اللمفية يبلغ عمر خلايا الدم الحمراء 120 يوما تقريبا بينما يبلغ عمر خلايا الدم البيضاء من عدة أيام لعدة شهور وأخيرا سأعرفك على الصفائح الدموية Blood platelets وهي صفائح خلوية غير منتظمة الشكل تساعد على تجلط الدم ويوجد حوالي 400 ألف صفيحة في المليمتر المكعب من الدم وتعيش الصفائح الدموية ما بين 5 إلى 9 أيام تقريبا لا 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 سنغرق خالد أفق الجهاز لم أقم بتشغيله بعد الحمد لله يبدو أني نمت هنا ولكن الحمد لله أن الجهاز لم يعمل بعد أسف يا سالم يا صديقي لن تختبر جهازك علي لماذا؟ لأني رأيت أننا تحولنا لكائنات صغيرة جدا بسبب اختراعك والأسوأ من ذلك أن جدك شرب كوب الماء الذي كنا بداخله ماذا تقول يا خالد؟ كما سمعت لن تختبر جهازك علي أسف يا صديقي حسناً سأقوم بتجريب الجهاز على أحد غيرك ولكن أولاً لخص لنا ما تعلمته اليوم حسناً والآن سألخص ما تعلمته اليوم وظائف الدم هي نقل الأكسوجين من الرئتين إلى خلايا الجسم نقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين ليتم التخلص منه نقل الفضلات الناتجة عن خلايا الجسم إلى الكليتين ليتم التخلص منها نقل المواد الغذائية ومواد أخرى إلى خلايا الجسم مكونات الدم هي البلازمة خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الحمراء الصفائح الدموية